تحية عراقية وهي بطرس مكتوب بالسفر عمار رسل أن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله آباؤنا مجد فتاه يسوع الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام وجه بيلاتوس وهو حاكم بإطلاقه ولكن أنتم أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل بالسفر عمار بنشوف أول معجزة صارت بإقامة مشلول مع تلميذين بطرس ويوحنة والناس متعجبة من شافه والمشلول اللي كان مقعد منذ ولادته ويمكن رادوا يقدسون ويمجدون بطرس ويوحنة يمكن بطرس شرح شنو اللي صار وبدأ يوضح الأمور أن هذا الشخص انشفه بقوة اسم يسوع المسيح مو بقوتنا وبعدين بطرس بدأ يتطرق لنقطة مبصرحة بصراحة بيحكي للناس أنتم أنكرتم المسيح وبيذكرها مرتين غريب بطرس وبالأخص أن بطرس هذا نكر المسيح ثلاث مرات أي واحد بينا يعرف بطرس ويسمع بطرس وممكن نقوله خلي الكلام إلك لأن أنت نكرت المسيح قبلنا ليش بطرس دي يذكر موضوع الإنكار بطرس راد يوضح شغلة كثير أساسية إنه يا جماعة أنا صدق نكرته مرة ومرتين وثلاث مرات لكن من رجعت ندمان هو قبلني وسامحني وبدأ ويايا صفحة جديدة وعلى أساس هذا الاختبار اللي اختبره بطرس ديقول أنا دا أقولكم إنه بالرغم من نكرانكم إلى اليوم في فرصة وقت مناسب للتوبة والرجوع إلى هو يريد إنه كل الناس ترجع له تعرف أنت أهم اليوم بالرغم من نكرانك بعمل الفداء اللي عمله المسيح من أجلك تقدر تجي بالتوب وتقبل المسيح سيد ومخلص ورب على حياتك وهو بيسامحك يا رب يسونا بنشكرك فعلا على الفرصة اللي بتعطيها لكل واحد اللي يجي لك يا رب هاليوم يرجع لك يا رب بالتوبة حقيقية أي نعم يا رب احنا أنكرناك بكلامنا بأفعالنا بتصرفاتنا لكن يا رب جايين وندمانين نريد فعلا أنك تفتح ويانا صفحة جديدة باسم المسيح يسوع وصلي آمين آمين والربي باركك اشتركوا في القناة